وينضم إلينا مشاهدين من أربيل عضو الحزب الديموقراطي الكردستاني علي الفيلي سيد علي أهلا بك شكرا جزيلا لوجودك معنا في مساء العراق هذه الليلة بداية لم يكن عام 2022 عام موفق على صعيد حل الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد لماذا حصل هذا التعثر برأيك؟ نعم مساء الخير عليك أستاذ محمد وعلى مشاهدين قناتكم الموقع رأينا ما كانوا بالفعل الأحداث كانت ساخنة في عام 2022 سواء على مستوى الإقليم مع الحكومة الاتحادية والعملية السياسية بمجملها مرت بظروف صعبة والجميع يعلم الانسداد السياسي والاحتراضات بعد نتاج الانتخابات لكن كان للإقليم دور كبير والحزب الديمقراطي الكردستاني بهذا الانفراج التي حصلت وأدت إلى تشكيل الحكومة وهذا تم بناء على توافق سياسي بتشكيل أطراف تحالف إدارة الدولة ومن ضمن هذه النقاط التي تم الاتفاق عليها معالجته وحلها وتصفير هذه المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية هي كما جاء في تقريركم مسألة الثروات النفط الغاز وأيضا حصة الإقليم من الموازنة المناطق المتنازعة عليها يعني سيادة الإقليم وأمن الإقليم الذي يعتبر جزء من السيادة العراقية وأي انتهاك لسيادة الإقليم يعتبر جزء انتهاك لسيادة العراقية وأيضا التطبيع في سنجار والمناطق المتنازعة عليها يعني هذه النقاط تم الاتفاق عليه ولكن حاليا نحن في مرحلة اختبار لتنفيذ هذه الاتفاقات ومثلا قانون النفط والغاز الذي تم الاتفاق عليه أن يسن قانون النفط والغاز في مجلس النواب العراقي بمدة أقصى بعد ستة شهر من تشكيل الحكومة سن قانون النفط والغاز يسهم بشكل كبير ومعالجة الخلاف حول حصة الإقليم من الموازنة لأن جزء كبير من حصة الإقليم من الموازنة يأتي من النفط والغاز في إقليم كردستان نعم ينضم إلينا مشاهدين أيضا من بغداد عضو اتلاف دولة القانون واثق الجابري أستاذ واثق أهلا بك شكرا جزيلا لوجودك معنا في مساء العراق هذه الليلة يعني الإقليم أستاذ واثق يحمل بغداد المسؤولي عن التنصل في تطبيق المواد الدستورية وبغداد تقول العكس هل هناك من مخرج ينهي هذه الخلافات الطويلة بين أربيل وبغداد نعم شكرا جزيلا لكم وتحييلكم مشاهديكم الكرام للضيف الكريم طبعا هي جملة من الخلافات والمشكلات بين الإقليم والمركز وهذه المشكلات يبدو كأنها أشبهت بالمشاكل الأزلية بين الطرفين وهناك عدة قواعد أو ضابط لم تتبع ولم تكن موجودة خلال هذه الفترة هي من سببت هذه الإشكالات أولا عدم وجود تعداد عام للسكان يعني عدم وجود إحصائية دقيقة بالنسبة للسكان عدم وجود قوانين ضابطة وتحدد طبيعة العلاقة ومن هذه القوانين هو قانون النفط الغاز الذي من المفترض أن يشرح بعام 2007 وإلى اليوم لم يشرح وهو كان من القوانين الخلافية التي البرلمان عجز طيلة الدورات السابقة من تحديدها المسألة الثالثة هي مسألة تحديد الواردات وصادرات نفط الأقليم والمنافذ الحدودية وكمل الرواتب كل الخلافات ربما هي خلافات فنية إدارية بطبيعتها لكن هذه الخلافات تحل كل مرة بشكل سياسي الوفود التي تأتي من كردستان هي وفود سياسية ويتم تسوية القضايا باتفاقات سياسية الآن حكومة السيد السوداني وضمن البرنامج الحكومي والوثيقة التي وقع عليها من قبل إدارة الدولة وأدرجة ضمن البرنامج الحكومي هناك جملة من اتفاقات تسوية الخلافات منها المادة 140 وقانون نفط والغاز وحصة الأقليم هل هي تسوية سياسية أيضا هذه المرة؟ كذلك رمانة من الأقليم لا هي المفترة أن تكون حلول فنية هذه إذا طبق المادة 140 وقانون نفط والغاز وتحديد كمية الصادرات من الأقليم والمركز هنا يمكن أن تحل القضايا ونصل إلى تسوية بعيدا عن التجاذبات السياسية التي تستخدم أوراق بين الأطراف السياسية سواء كان من الأقليم أو من المركز نعم استان علي سبق أن أشرت قبل قليل أن هذه الحكومة ولدت من رحم تحالف إدارة الدولة وهو ما أشار إليها السيد الجابري أيضا قيل أيضا أن هناك توافقات سياسية تفصيلية تمت لحل جميع الخلافات بين الطرفين هل أن الحوارات الجارية حاليا تسير وفق خارطة الطريق التي رسمتها تلك التوافقات في تحالف إدارة الدولة نعم أستاذ محمد المفاوضات حاليا كما أشار ضيفك الكريم يعني الوفود حاليا تذب إلى بغداد هي وفود فنية بحتة يعني وزير المالية وزير الثروات الطبيعية رئيس ديوان مجلس الوزراء وهذا ندل على شيء يدل بأنه يجب المعالجة كما أشار ضيفك الكريم تكون معالجة فنية وعلى أساس الدستور والقانون ولكن ما زلنا في بداية الطريق يعني على سبيل المثال هناك إرادة سياسية تحاول عرقلة هذه الاتفاقات تم قبل أيام تصويت في مجلس الوزراء على إرسال 200 مليار يعني 400 مليار لشهرين نوفمبر وديسمبر إلى أقليم كردستان حسب الاتفاق وتم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء ولكن بعد ذلك لم تلتزم السيدة وزيرة المالية بتصويت أوامر رئيس الوزراء وتصويت مجلس الوزراء فلهذا هناك جهات سياسية تحاول عرقلة هذه الأمور ولكن نعود ونقول بأنه إذا توفرت الإرادة السياسية الحل يمكن أن يكون أبسط وأسهل وعلى أساس الدستور وفعلا إذا تم سن قانون النفط والغاز وإحصاء في جميع العراق وهذه من مهام الحكومة الاتحادية يعني ليس من مهام حكومة تقليم كردستان أنا أعتقد سوف يعالج 75% من المشاكل نعم أستاذ واثق ما هي أصعب القضايا الخلافية التي تحتاج لمزيد من التفاوض بين أربيل وبغداد البعض يتحدث عن الموازنة البعض يتحدث عن قانون النفط والغاز البعض يتحدث عن مادة 140 برأيك ما هي أعقد هذه القضايا نعم هي كل القضايا طبعا فيها تعقيدات يعني باحتبال قانون النفط والغاز والمادة 140 يعني هي من المواد الخلافية التي كانت من المفترض يعني حسب ما أقرت في الدستور العراقي وحدد لها فترة يعني في نهاية عام 2007 وسبعة من المفترض أن تحسم هذه القضايا باحتبار يعني المادة 140 تم إجراء نوع من التغيير الديمغرافي حسب ما تحتقد بعض القوى ولكن قوى أقليم كردستان تحتقد العكس وبالتالي هذه القضية لا بد أن تحل ووفق المشتركات أيضا مسألة قانون النفط والغاز أيضا الأقليم أجرى بعض الاتفاقات وحسب ما استلد عليه من مسودات القانون النفط والغاز لكن القانون لم يقر وبالتالي ولدت نوع من مشكاليات اللقطة الثالثة مسألة الرواتب وحصة الأقليم أيضا بعدم وجود تعداد عام للسكان هي هذه القضية نوعا ما فيها نوع من الخلافات وبالتالي هذه القضايا لا بد من أن تحل يعني حكومة السيد السوداني فرضت على نفسها أو قررت أن تصفر كل القضايا والمفترض أن تحل وإلا لا نبقى كل بين الحين والآخر أن تحدث مشكلة خلافات مرة أخرى بين الأقليم والمركز وبالتالي لا تحصل الحكومة على الواردات ولا تعطي حصة الأقليم الحصة المفترض أن تعطاها نعم قبل أن أعود للأستاذ علي الفيلي في أربيل هل بالإمكان تفسير موقف وزيرة المالية الذي أشار إليه السيد الفيلي يقول أن مجلس الوزراء صوت على إرسال 400 مليار دينار إلى الأقليم حصة شهرين رواتب لكن الوزيرة رفضت هذا القرار شون تفسر هذا الموضوع نعم هي القضية المفترضة أن تطبق باعتبار القرار أولا جاء من مجلس الوزراء ووزيرة المالية هي عضو في مجلس الوزراء إذا كان هناك إشكاليات أو إدارية أو قانونية مفترض أن تطلع مجلس الوزراء خلال جلسة التصويت وبالتالي هذه القضية لا بد أن تحل هي قضايا لماذا الخلاف بين الأقليم والمركز هي بين الحين والآخر تبرز مواقف من جهات سياسية ربما تعتقد أنها تتصرف بعيدا عن الإجماع أو عن رأي الأغلبية وإلا في الديمقراطية من مفترض إذا صوت على أي قرار بأغلبية المفترض حتى من يعارض المفروض يقبل بهذه النتيجة وإن كانت مخالفة لأرأيه وهذه القضية هي دائما ما ولدت الأزمات أستاذ علي ننتقل إلى ملف آخر وباختصار لو سمحت ربما الوقت ضيق إلى أي مدى ستؤثر برأي خلافاتكم كحزب ديمقراطي واتحاد وطني على الموقف الكردي المشترك في بغداد أستاذ محمد أنا لا أعتقد بأن هذه الخلافات هذه بدأت منذ تغيير القيادة في الاتحاد الوطني الكردستاني وهي خلافات داخلية داخل الاتحاد الوطني الكردستاني ولكن يحاولون تصديرها إلى الجهة الأخرى حاليا الوفود التي تذهب يتمثل حكومة تقليم كردستان على سبيل المثال وزير المالية ومن حركة التغيير هذه الوفودية ليس وفود حزبية كي تؤثر مفاوضاتها لكن الاتحاد الوطني لائب عن هذه الوفود أليس كذلك العلاقة لا لا وزير العدل الأستاذ خالد شواني يشارك في بغداد مع الوفود ولكن هم يحاولوا أن يصوروا بأن هذا الوفد هو وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني لا الاتحاد مشارك في الحكومة وأي وزير أو أي وفد يذهب يمثل حكومة تقليم كردستاني ويمثل حكومة تقليم كردستاني وليس جهة سياسية استاذ واثق بخصوص هذا الملف تحديدا الخلافات الكردية الكردية داخل البيت الكردي هل تريدكم في بغداد رسائل متطابقة من الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي أم أن خلافاتهما وخاصة الأخيرة توحي بمواقف مختلفة بينهما بخصوص المواد أو المشكلات التي تعرض من أجل الحل لا هي كل مرة كان الخلافات الكردية الكردية موجودة كان خلافات بين أي قوى سياسية أخرى موجودة وهذه مسألة طبيعية اختلاف ووشات النظر لكن هم يجتمعون دائما الخلافات دائما ما تصدر إلى خلاف مع المركز يجتمعون على طبيعة الاختلاف مع المركز باعتبار أن القضايا تخص المكون الكردي والمصلحة الكردية وبالتالي يتم نسيان هذه الخلافات وبالتالي أصبحت جملة من التراكمات من هذه الخلافات الآن هي الخلافات المشكلة ليست مع المركز وإنما هي الخلافات داخل البيت الكردي للأسف أن القوى أحيانا معظم القوى السياسية تعتقد أن الخلافات عندها مكون آخر أو عندها جهات سياسية أخرى قد تنفع هذه القوى لكن هي ليست بمصلحة أحد من مفتر أن تسوى كل الخلافات سواء كان عند المكون الكردي أو داخل المكون السني أو الشيء كل الخلافات ستضر بالنتيجة الجميع لكن هذه القوى السياسية لم تدرك أن الخلافات أي خلافات تحدث في أي مكون ستكون سلبية بالنسبة للجميع نعم من بغداد عضو تلافي دولة القانون واثق الجابري ومن أربيل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي شكرا جزيلا لكما أتمر بالمسgua ترجمة و تركتر بعض الأ Bel compra والديمقر شكرا جزيلا لك ترجمة و رمكس اشتركوا في القناة